طبعا انتفربتش على الججال اللي فاتت سبق الرابط تحت فلاصف وفوف الاي روح تفرج عليها وبعدين تعال اكمل الفيديو ده بيكمل فيلمنا مع تومي اللي كان واقف قدام قبر جيسون فور هيز وده يبقى الولد اللي قتل جيسون في نهاية الجزء الرابط والولد بيكون واقف قدام القبر وهو خايف ومروم فجاب يسمع صوت ناس بتقرب منه فتومي يستخدمها بين الاشجار وبيشوف ولدين جايين يفتحوا قبر جيسون عشان عاوزين يعرفه ايه هو شكل السفاح ده اللي اتر عشرات من البلع دمين بعدها ما بيفتحوا القبر بنشوف جيسون وهو الدود بيجري على جسمه وفجأة بيقوم من موت وبيمسك السكينة بتاعته وبيتلبيها الشابين دول فالوقت تومي فضل يسرخ ويعاية فجيسون قرب منه وبتعانه وكمان بالسكينة بعدها بنشوف تومي بيصحب النوم هو مخضوط جدا وبكون جوه عربية طدح ان كل شفناه من شوية ده كان مجرد كابوس كابوس ده ملازم لتوني من وقت الحادثة بتاعته مع جيسون حتى بعد ما كبره بقى شاب لكنه لسه بيعاني من امراض نفسية صعبة جدا وعربية اللي هو فيها دي تبع مؤسسة بنهريست للصحة النفسية وهي واحد هيقعد فيها عشان يتعالج ويتأهل نفسيا عشان يضر يعيش حياته طبيعية وفعلا تومي بيوصل لمؤسسة وبتستقبله بام المسؤولة عن المصح واخدته دخلته عشان قبل ماسيو صاحب المؤسسة وماسيو بيتعرف على تومي وبقول ان المؤسسة عندنا غير المؤسسات الحكومية حد شهدائك ولا يفرض عليك حاجة انت مش حبيبها وبعدين بيعرفه قطه مكانها فين بالزبط وتومي بياخد بعضه وبيطلع على قطه وبعد ما بيمشي بام بتسأل ماسيو عن حالة تومي هو ليه بقى مريض نفسي فبيقول لها انه قام بجريمة قتل وهو عنده اتناشر سنة وهو بيدفع عن نفسه وده يسبب له صدمة عصبيات قوية جدا برغم انه دخل اقتل المصحة نفسية واخد كميات علاج مأهولة لكن مفيش اي حاجة قادرة اتأثر على موقه وحالته زي ما هي مفيش اي تحسن وبعد ما ده لتومي هو قاعد في قطه وبيتفرج على صورة امه واخته وهو زعلان جدا وبعدين بيمسك مطوع كده وبيخبها تحت منتبة السرير وبعد كده بيقوم يفتح الدولاب عشان يحطه هدومه فبيلاع عنكبوت في وشه وبيتخض منه جدا وبعدين بنشوف في ريجي وبيكون بيهازر مع تومي وبيخد وريجي ده يبقى طفل صغير وجده بيشتغل في المصحة وهو قاعد معاه مامو بيفضل يتاري على تومي انه تخض من عنكبوت لعبة فتومي لبس قناع وحش من اقناع بتاعت اللي هو بيحبه ومحتفظ بيها فالواد ريجي واقع بانه تخض جدا وبكده يبقى خلصين بعدها بتوصل على بيت الشرطة والتاكر مأمور القسم جاي وجايب معاه ايديوتينا وبيقابل ماثيو وبيقوله الام المجانين بتوقعك يا عم بدل ما هم دايرين في القرية يعملوا اعمال فاضحة كده في مزارع الناس وبيقوله انهم المرة دي كانوا في مزرعة اثل وبيقوله احمد ربنا ان احنا اللي شفناهم مش هي اللي شافتهم وهلا كده هتيجي تقفل لك المصحة بالشامعة الاحمر الراجل لسه ما خلص كلامه وبنشوف الست اثل ووصلت هي وابنها وفضلت تتقانق مع ماثيو وتطلب منه ان هو يمشي منهن وياخد المجانين اللي معاه عشان هي مش نقصة جنان هي وابنها ابن المعتوها دا وبعد كده بتاخد ابنها وبيمشي ورابعة دا لفيلت وروبين ودول نزل في المصحة وكانوا بينشر شوائد غسيل فبيقول لهم جوي وده برضو نزيل معاهم لكن حالته اسعب من حاليتهم شوية وبيارد عليهم يساعدهم في النشيل فمقبل ان يديهم حتة شوكولاتة لكن البنات بيرفضوا وبيزعقولوا وبيمشوه فبيروح وده برضو مريض نفسي معهم في المصحة وساعتها كان معاه بلطة وبيقطع بها خشب الشجر فجوي بيروح يطلب منه يخليه قطع مع الشجر وبرضو هيديه شوكولاتة بحالها لكن فيكتور ما بيكونش طيق نفسه اصلا وبيزعق لهو كمان فجوي بيزعق جدا وبيفضل اشتمه ان فيكتور ضربه ببلطة وقتله بعدها الازعف والشرطة وصله بما صحة وتاكر بيثال ماسيو ازا كان جوي عنده اهل يعرفه منه مات فماسيو بيقوله ان الواد ممته ماتت وياب تولده بالنسبة لالاب فما يعرفش ومين وفين وعايش ولا لا اصلا كمان جوي فضل يتنقل من مساحة المساحة لحد اما وصلهن ودي كل المعلومات اللي هو يعرف عنه نفس الوقت المسعفين كانوا بيشير لي جسد جوي واحد منهم اسمه بيبص الجوي بصات غريبة جدا وكلها خوف على زعل وتعريبا كده شكله يعرفه بعدها بنشوف ولادين وهم بيت وفيني وعربيتهم بيكون عطلانة عالطريق وفيني واقف يصلحها وبيت بينزي يدخل جوها الغابة عشان فوق كزان ايتو عبس الوقت فيني بيشوف حد مؤلع شمروخ والضوق ضارف في عناه وبيكون فاكره بيت وبيراكم عليه لكن بيتضح ان ده مش بيت ولا حاجة ده جيسون ورجع من جديد وزي ما قلتلكم هو بصبع ارواح هو ما بيموتش بسهولة وبيحط شمروخ اللي في ايده في بق الوقت فيني وبيقتله بعد كده بيت بيخرج من الغابة وبشوف فيني مميل على مطور العربية وكان فاكر ان هو لسه بيصلاحه وكده فالمعلم ده الجوة العربية وبيضورها لكن جيسون بيجميل وراه وبيباحه ونروح بعدها لتومي ويكون لسه فاي من كابوس والوضع اعصابه كانت تعبانة جدا فبيقوم يا اخي تحبوب مهدئ لكن بيشوف المراج جيسون واقف وراه فبيلف بالصل ومش بيلاقيه طبعا كل دي كانت تهيئات تاني يوم الجمال في المصحة كانوا بيحضروا الفطار وريجي بيطلب من جده جورج انه يروح يزور اخوه دايمند لانه وحش جدا وجده بيقول له اشتا هبا يخلي قبلطك كبام توديك وبعد كده بيرضع على بقية الناس تيجي طفف فعلا كلهم اتجمعوا واقعدوا يفطروا وبيجي توم هو كمان عشان يفطر معه لكن ماثوي بيطلب منه يضلع ينادي على ايدي عشان يجي يفطر تومي بيوافق لكن بيلاقي ايدي في وشه ولا بسق نعم وخيف وتومي اتعصب منه فشخ ومسكه رزعه علقه تمام وبعدين الجماعة اموس لكم من بعض وتروح بعدها للولية المجنونة اثل وبكون مسكة فرخة مطلعة عين ابوه وهي بتقطعها وبتقول لابنها عمل لك الفرخة اللي بتحبها مع انك ما تستهلش يا ابن نفس الوقت تسمع صوت حركة جاية من بر وبتكون فاكرة ان حد من ما صحة بتاعت ماثيو واخدت البندقية عشان تعمل معهم الجلاشة لكن بتلاقيه راجب متشرب بيقول لها انه جعان جدا وعاوز اتأكله فهي بتقول له يروح ينظف عشة الفراخ ولما يخلص هتدي له يأكل وليه يا اضرب صحيح بنشوف بعد كده الشرطة والاسعاف وهما بيشيلوا جسد بيت وفيني وتاكر بيكون واقف يكلم نفسه ومش عارف مين السبب في جانونة القتل دي الزابط زيميلو بيقول له واضح كده انه شخص مجنون ودائر يقتل في الناس وشاكلنا داخلين على ايام ما يعلم بها لربنا بعدها بنشوف شخص اسمه نيل هو بيخمس بالعربية بتاعته قدام محل اللي بتشتغل فيه حبيب تولان وبيفضل ينادي عليها وبيقول لها تيجي بسرعة عشان يصهره سوا هي بتقول له انها تقفل المحل ويجيله فهو قاعد استنيها لكن انها تأخرت وفضل ينادي عليها لكن جيسون هو اللي بيجيله وبيضروب البلطة بيجيب اجله بعدها اللي انا خرجت من محل وما لقيت شينيل وداخلت استنى في العربية لكن بتشوف جيسون واقف قدامها بالبلطة والبلطة كانت غرقانة دم فانا تخضي تفشخ وفضلت تسرخ ونزلت من العربية لكن بتلاقي جيسون في وشها يكون واقفة بص من الشباك بتاع قط وحالته بتصعب على كافة وبلاقيت جيسون واقف قدامه وفي يوضروب البلطة والواتف تخضي جدا وحاجة تجيب ديء تنفسي صراحة لكن في النهاية بنكتشف ان الواج كان بيتهيق له برضو وما كانش في حد واقف ولا حاجة وبعدها رئيس في الاسم بيقول له اتشاء اللي بيقبض على المجرم اللي بيعمل كل الجرائم دي فتكر بيقول له انا عارف مين المجرم فبيقول له ويبقى مين بقى يا اسكا اخواتك فتكر بيقول له المجرم يبقى هو ورجع من تاني وبيكمل سلسلة الجرائم بتاحته وكدام بيكمل سلسلة الافلام بتاحته يعني فالراجل بتعصب عليه فشخ وبيقول له جيسون اتقتل وجسده اتحرقت وبقت شوية اتراب ما بقاش لي اي وجود وبيقول له يشوف شغله مظبوط ويقبض على القاتل ويفوقهم العبط اللي هو بيقول ده بعدها بنشوف ايدي اخة تينا وروح يعملون العاملة بتاعتهم في مزرعة اثل بردو والراجل المتشارد اللي مفروض ان نظف عيشة الفراخ كانواب بتفرج عليهم لكن جيسون بيجي وبيقتلو بعد كده الوقت ايدي بيقول لتين انه هيروح ياخد غوطس في البحيرة ورجع لها ايا فضلت نامة ومستنيها لك بيجي جيسون وبتحانها بمقص اللي بيتقص به الشجر ده بعدها ايدي بيوصل وبلاقي تين عيونها متفرتكين حرفيا فلواب بيتخضوا وبيجري لكن جيسون بيربط عزامة على عينه وبيلفوا حوالين الشجرة وبيفضل يقفلوا جامد لحد لما بيفقى عيونه هو كمان وبيموت نوح بعدها هو راكب العربية ومستني بام تيجي تسوق عشان يروح يزور اخوه وبام بيكون واقفة مع ماتيو وبتقول له ما تقلقش على ايدي وتينة وما يرجعوا لما تجوع يوجع بطنهم فهو بيقول لها انا مش هلان انا متضايق منهم عشان يتخروا ونفس الوقت توم بيكون واقف لوحده وهم الدنيا فوق دماغه فماثيو بيكون عاوز تومي فوق جدا ويخرج من حياة الوحدة اللي هو فيها دي وبيقول لبام تاخدوا معاها هي وريجي وبيعرضوا عليه يروح معهم مشوار بتاعهم وتومي بوافق على طول بعدها شباب وصلوا عند دايمون اخوه ريجي وبيته عبارة عن مقطورة في جراش وريجي بيدخل وسلم عليه هو صاحبته انيتا وبعدين بام بتروح هي كمان تمسى عليهم وبيسيبوا تومي واقف برا الوحد فبيجي الودي اللهبه الابن اثل وبيعادي رازي فيه شوية وبيقول لها مجمون يا عبيده الشغل ده فتومي بتعصب منه جمد وبيمسكه وطلع تلاتة عند اهله وكان يموته حرفيا لكن بام بتخرج تهديه وتقليه سيبه تومي لما بيفوق لنفسه بياخد باله انه كان على واشك انه يقتله فبيتدائي جدا وبياخد بعضه وبيجي من مكان وبعدين ريجي وبام هم كمان بيمشوا عشان يلحقوا بعدها دايمون بيقوم يروح الحمام عشان الفك زين قده والبيت تانيتها راح تستزرف نفسها وفضلت تهز في كابينة الحمام والترازي فيه شوية وفاجأة بتسكت ودايما بيفضل يكلمها وهي مش بترد فجابيلها الحمام بيتهزب كوة جديدة فدايما بيقوم يفتح الباب عشان يهزها لكن بيلايها مرميها في الارض وما ببوحة فدايما بيخايف وبيقفل على نفسه تاني لكن جسم بيرتشأ رمح من خلال الصج بتاع الحمام وبيدخل جوا جسمه وهو كان واقف بر عادي ودايمون بيموت بعدها بام وريجي برجع بمصحة وبام بتسأل جيك والبنات عن تومي لكن بيقول لها انه مارجعش كمان ماثيو وجورجي خارجوا دوروا على ايدي وتينا ولسه مارجعوش فبام بتقول لهم يدخلوا جوا يقفوا على نفسهم على ما هي تروح تشوف الناس دول راعفين نروح بعدها الواد للهبل ورجع لامه اثل هو مضروبه عمالي عاية ويصوت ورايح جايب المتسكل وعمل دوشة بنت لازينة وامه جوا البيب بتقول له تعال يا تفح الاكل اللي بعمله لك لكن جسم بيوصل بالسلامة وبيفصل راس الوادع عن جسمه بعدهم بروح يقتل امه هي كمان ويرايحنا من العيلة المتخلفة دي وبنشوف بعدها بام وهي ماشة بالعربية وفاجرة بتتعطل منها وبتنزل تخدها ماشي نرجعتها للمساحة والجيك بيعترف بحبه لكن هي بتطريق عليه ومش بتدي له اهتمام فالجيك اخد على قدره وطلع في وجه كامه اللي فويلت لكن بيلاقاها مش غالة مزيكة وبترقص ومش فاضياله اصلا والدنيا كانت جاية عليه جامل فجيسم بيوصل وبيقتله وبيراحه من الهم ده وكمان بعدها روبين بتخلص الفيم اللي كانت بتفرج عليه وريجي بيكون نام هو قاعد بتفرج فبتغطيه وبتطلع على قدرها عشان تنام وهي على السرير وبتتقلب بتلاقي جسج جنبها فقدر تصرخ لكن جسم بيطعنى كمان بالسكينة وبيقتلها وبعد كده بنروح لفويلت وبكون لسه مقضيها رأس وجيسم بيدخل القوضة بتاعتها وبيقم عليها وبيقنقها من رقبتها وبيدب السكينة ببطنها والبنت كمان بتمود بعدها ريجي بيقلم النوم وبطلع خبط على قدر تومي يشوفه رجاء ولا لس بيفتح الباب بيلاق جسج جيك وروبين وفويلت جوه القوضة والواب يتجلوا صدمة من اللي شافه نفس الوقت البن بتكون وصلت وبتسأل ريجي ماله فبيقول لها بص في قدر تومي فبتروح تبص جوه القوضة تفضل تصرخ يا كمان لما بتشوف جسج الشباب اللي ماتوا وبعدين بتاخد ريجي وبتجري عشان يقربوا لما بينزلوا تحت بيلاقوا الجيسون في وشهم فبيجروا بيخرجوا من البيت خالص وبشوف عربية اسعاف وقفة الطريق فباموا تروح تفتح بابر عربية وبتلاقي السوابة ببعوا جواها كمان بيلاقوا الجيسون وقفوا قدامهم فريجي بيصرخ وبيجري هو مزعور وخايف وبام هي كمان بتجري وراها الاتنين فضل يجروا كل واحد في الناحية وما بقوش لقيم بعض وبام وهي بتجري بتشوف جسج ماسيو وهو مطمسمر في شجرة بمصمر في دماغه وطبعا ما تفضل تنزره فبترجع تاني المساحة وهوب بتلاقي جسج جوجت حدفت من شباك وبكون علامة صفية وبرضو وبام عمالة تصرخ اكتر وبتخاف اكتر واكتر بترجع تخر من مساحة تاني وبتفضل تجري وجيسون وراها ومعاي السكينة ولسه هيخرطها لكن بتشوف خارج من الحزيرة وراكب جرار وبيقبط جيسون بيه وبينزل يسعب بام عشان ياخدها ويمشو لكن جيسون بيقوم بيمسك ريجي من رجليه فبام ضربته كم ضربة في وشه واخدت ريجي ودخل جوار حزيرة طبعا جيسون بيقوم يدخل وراهم وبيفضل يفتش عليه وهوب بام بتخرج عليه بالمنشار وبتفضل تهوشه وبتعوره في دراعه وبعدين المنشار بتعطى فبتحديفه بيه وبتجري تطلع الدور اللي فوق عند جيسون لسه يطلع عرها لكن بيلاقي تومي يوصل بالسلامة فبيرروح له عشان يخلص عليه فتومي لما بيشوفه بتذكر الحادثة الاولى وبيحصل تشويش في دماغه فبيقوم جيسون ضربه بالسكينة في صدره فتومي بينتبه للي بيحصل اخيرا وبيقوم طعنه بالمطوع في رجليه وبيرقده وبنجر يطلع هو كمان الدور اللي فوق جيسون بيشيله المطوع من رجليه وبيقوم بطلع لهم فوق ولما بيطلع بيلاقي تومي مرمى في الارض وبيفتكره ميت وبيفتش على بيت الناس وبيقفلش لكن بام بتيجي تتعارك معه شوية وبتدفعه ان هو يقع من شباك الحزيرة لكن بيتفاجه انه موقعش وبيرجع يمسك فريجلي وهنا تومي بيفوق وبيقوم ياخد السكينة وبيقطع بها اي جيسون بعدين بيقع على سيخ الحديد ترشع في جسمه كله وبيموت وقناع بيعمل على وشه وبنشوف انه متجيسون وانه شخصي تاني خالص بعدها بام وريجي بيجونهم مستشفى وتسكر بيوصل وبيقول لها ان القاتل يبقى الروي وده عامل الاسعاف اللي شفناه في اول الفيلم بيقول لها لما فتشنا مع فاستو لانا فيها صورة جوي للولد اللي اتقتل جوه المصح واتضح ان روي يبقى ابوه فروه عشان يجيب حقق ابنه اتقم الشخصية جيسون واستخبوا راقناع بتاعه وبيقول لها انهم لو مقارات كتير عن جرائم جيسون كان محتفظ بيه وطبعا عشان يدرس شخصيته ونروح بعدها لتومي بيكون جوه اوضة المستشفى وبام بتدخل تطمن عليه لكن هو بيكون مع اسكينة وبطعنها هو بيضحك دعك شغيرة وبعدين بيفتح عيونه وبنكتشف انه كان بيحلم لكنه لما بيفتح بيشوف جيسون واقف قدامه لكن بيكون بيتهيق له ما هو مريض نفس بقى فبيقوم يفتح الدرج وبيكون مع القناع بتاع جيسون وبنشوف بام وهي راح اوضة تطمن عليه ومرة دي بجد فجأة بتسمع صوت تكسير ازاز وبتدخل القوضة وبتلاقي ازاز الشباك مكسة وتم عمل كده عشان يقنعهم ان هو هيرب في الحقيقة هو بيكون مع الفراهة ولابس قناعة جيسون وفي ايده سكينة وتقريبا كده هيئة البام وشكله كده كار السفحين هيبقى كاره وبس بيغسر فيما على كده تستطيع اشتري في قناة وتفعل الجرس وتستطيع الجزء السادس عشان هنزل قريب قوي شفكوا فيديو الجاي يلا سلام